زي ما تمنا مع حضراتكم هذه المشاهد اللي بقالنا اكتر من 35 يوم بنتابعها جراء القصف المكثف على قطاع غزة زي ما كنا نتكلم مع حضراتكم انه سردية ما يحدث في قطاع غزة هو ذراع مهم جدا لتحريك الرأي العام الدولي بشكل عام والتحركات الدبلوماسية والانسانية اللي بتقوم بيها الدولة المصرية نكحت في انها تشكل رأي عام دولي متعاطف على الاقل انسانيا مع غزة ده شفنا مثلا في موقف فرنسا اللي لغة خطابها تحولت الى شكل كبير او بشكل كبير وتحول لموقف داعم للمصاري الانساني ووقف التصعيد وايضا يعني رأينا انه فرنسا الان تحث الجانب الامريكي وايضا الجانب البريطاني على اتخاذ نفس الموقف ويعني دعوة الولايات المتحدة الامريكية وايضا الكهن الاسرائيلي باعلان هدنة ووقف الاطلاق النار وايضا ادخال المساعدات للمدنيين في قطاع غزة هاي بحكم التاريخ والجغرافيا جمانة القضية الفلسطينية هي قضية القضايا هي القضية المركزية لمصر من اليوم الاول لشن هذه الحرب الهمجية على قطاع غزة وفيه تحرك انساني وسياسي وتحرك على الارض باش في دائرة الكلام لا دائرة الفعل بنشوف تحركات حقيقية لمساعدة اشقائنا في قطاع غزة خلونا نتعرف مع حضراتكم وضفنا الكريم اللي منوارنا في استوديو صباح الخير يا مصر الأستاذ أحمد ناجي قمحة رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية ملامح الدور المصري وأهمية هذا الدور في هذه اللحظة التاريخية الدقيقة جدا اللي بتعيشها المنطقة في البداية بصبح على حضرتك صباح الخير صباح خير يا سيد محمد صباح خير يا سيد جميل أهلا بحضرك ملامح الدور المصري لو احنا اتكلمنا على مصارات مختلفة مصار سياسي وأمني وإنساني شاف ملامح دي ازاي أسيد أحمد هو ملامح ثابت خلينا ناخد الشعار بتاعه والسلوجن بتاعه من كلمة لفخمة رئيس عفتاح السيسي قال فيها نحن نتعامل بشرف في زمن عذى فيه الشرف وخلينا نسترجع الكلمة العظيمة اللي ألقاها معالي وزير الخارجية السيد سامح شكري في جلسة السياسة الخارجية والأمن القومي في مؤتمر حكاية وطن وخلينا نتوقف على أنه يفخر بتنفيذ السياسة التي وضعها فخمة رئيس عفتاح السيسي وفق الاستراتيجية تعلي من المبادئ الإنسانية والأخلاقية في إطار من الالتزام بالتوازن في العلاقات في الإطار من الالتزام بالحفاظ على الحقوق الإنسانية للشعوب في الإطار من الالتزام بالدولة الوطنية وفي الإطار من الالتزام بعدما التدخل في شؤون الدولة الأخرى ده بيلخص لك كيف تحركت الدولة المصرية منذ اللحظة الأولى منذ اللحظة الأولى كانت الدولة المصرية أكثر قدرة من غيرها على تفهم ما ستقول إليه الأوضاع نتذكر يوم 7 أكتوبر مساء البيان الأول الصادر عن وزارة الخارجية المصرية وكان بيانا تحذيريا حذرت فيها الدولة المصرية من مخاطر تصاعد الأحداث ومخاطر استمرار العنف وحذرت أن هذا الأمر ستكون له إنعكاسات إنسانية كبيرة على المواطن الفلسطيني هذا التحذير الذي أطلقته الدولة المصرية مبكرا هو الذي تحقق على الأرض ليه ده جاي؟ ده جاي من القدرة المصرية على قراءة المشهد على قراءة طبيعة الصراع في هذه البقعة الحيوية من الوطن العربي على طبيعة تأثير ذلك على محيط الإقليم في الشرق الأوسط وعلى تفهم أن استمرار هذا الصراع يمكن أن يتحول إلى كارثة إنسانية كبيرة خاصة إذا تداعت الأحداث ودخلت أطراف إقليمية أخرى في هذا الصراع التحذير من مصر كان واضحا ويمكن منذ هذه اللحظة توالت الجهود الدبلوماسية وهنا لازم نتفهم ورأي العام يتفهم أن فيه فرق ما بين العاطفة والمواقف الانفعالية على مواقع التواصل الاجتماعي وما بين رؤية الدولة ومؤسسات الدولة والعمل في إطار الالتزام بدور هذه الدولة بمعنى أنه لا يمكن لأحد أنه يتعامل إنفعاليا أو عاطفيا ولا يرى جهود دولته على الأرض ويقلل من هذه الجهود سواء اتصالات سواء مؤتمرات سواء مشاركة في قمم بدعوة العاطفة وأنه لا يرى أملا في ذلك بالعكس بالعكس يعني العاطفة مطلوبة ليه العاطفة مطلوبة؟ يمكن الفقرة اللي فاتت حضراتكم كنتم بتتحدثوا عن التأثير الذي حدث على الرأي العام العالمي التأثير ده يمكن إحنا كنا هنا في حلقة وقلت أن قدرة الشعوب العربية على التأثير على منصات التواصل الاجتماعي ستحدث فارقا على الشعوب وأن هذه الشعوب ستكون قوة ضغطة في تغيير مواقف دولها بس هل ده كان يمكن أن يتم دون جهود دولة؟ لا علشان كده لازم نتفاهم إنك عايز تدعم دولتك اقرأ موقفها الرسمي التزم بموقفها الرسمي وصيغ ده في مواقفك على مواقع التواصل الاجتماعي ستنتصر لأنك ستبني مواقفك على مواقف صحيحة تتبنها دولتك في إدارة هذه الملفات طيب الدولة المصرية ارتكزت على إيه؟ ارتكزت على رؤية تتعلق بالقضية الفلسطينية نفسها وارتكزت على رؤية تتعلق بالقضية الإنسانية نفسها بمعنى أن مصر فرقت بين مصرين المصار الإنساني والمصار السياسي ومش فرقت بمعنى أنها قالت ده ملوش علاقة بدها لكن هي كانت واضحة في السياغاتها الدبلوماسية أننا عندنا مصار إنساني لابد أن نلتزم به وعندنا مصار سياسي لابد أن نلتزم به المصار الإنساني كان يتعلق بضرورة وقف هذه الحرب حرب الإبادة لما نعرف أننا وصلنا إلى حوالي 11 ألف شهيد فلسطيني حوالي 7000 منهم امرأة وطفل إذن نحن أمام حرب إبادة تمارس على مستقبل الشعب الفلسطيني والأمر لا يتعلق بحرب لما نعرف أن هذا الحصار يعني مش لقي له تعبير بس هذا الحصار الكارسي الذي يمكن أن يحرم المواطن الفلسطيني من حق الحياة وهو أحد الحقوق التي تدافع عنها الأمم المتحدة والتي صيغت فيه مبادئ حقوق الإنسان إذن أنت تتحدث عن مخالفة صريحة لمبادئ حقوق الإنسان العالمية وهنا بتبان إزدواجية المعيير إزدواجية المعيير مش في ده بس في كذا حاجة تانية بس حق الحياة نفسه هو أهم حاجة لما أفرض على شعب مفيش مية مفيش كهرباء مفيش وقود مفيش غزاء أنا أحرم هذا الشعب من الحياة الدولة المصرية كانت واضحة ورفضت هذا الأمر وأسرت إصرارا واضحا على فتح المعبر اللي هو لم يغلق من الطرف المصري على الإطلاق وده لازم نحن نتفهمه ونحن نتمسك به لأن هذا الأمر مثبت مثبت بمواقف رسمية ويمكن نحن شفنا دولة رئيس الوزراء الدكتور مهندس مصطفى مدبولي وهو يتصدر تجمع المصريين من أجل الضغط لإدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح وشفنا هذا التواجد الإعلامي وهذا التواجد الشعبي وهذا التواجد المصري الفعال على هذه النقر شفنا الأمين عامل الأمم المتاحة لأنتوني جوتيلش وده لعامل محكمة جناتين ده هنتنقل للجهود بس أنا بقول لحرارك السوابت المصرية السوابت المصرية كانت في حتمية وقف هذه الحرب المجنونة من قبل جيش الاحتلال وتفهم أن الأمر لا يتعلق بانتقام الأمر يتعلق بإبادة طيب على المستوى السياسي لازم نشوف الاتصالات كم من الاتصالات التي تحققها فخامة رئيس عفتاح السيسي واللي قربت من مئة اتصال هاتفي أدار من خلالهم الأزمة وركز على السوابت المصرية اللي بتنتهي بأنه هناك تمسك بسوابت تتعلق بالقضية الإنسانية وهناك تمسك بالسوابت تتعلق بالقضية السياسية لا للتهجير لا لحل القضية الفلسطينية أو تصفياتها عبر تصور أي طرف من الأطراف أنه قادر على إزاحة الفلسطينيين في أي اتجاه من حدود الدول الوطنية العربية لأن مصر تدرك جيدا أن الأمر لا يتعلق بغزة بقدر ما يتعلق بالضف أيضا أستاذ أحمد خلينا نطلق من هذه النقطة تحديدا زي ما حضرتك قلت حديث سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لما خرج وشرح المخطط بمنتهى الوضوح كان ليه دور مهم جدا عايز أعرف من حضرتك لأي مدى كشف هذا المخطط من قبل سيادة الرئيس أثر ودعم الحس الوطني لدى سكان قطاع غزة يعني خرج بالفعل شفنا مقاطع عديدة ولقاءات عديدة للعديد من سكان قطاع غزة بيؤكدوا على عدب تركهم لبيوتهم ولا لأرضهم في قطاع غزة برغم من الأهوال اللي بيشوفوها بالفعل في هذا القطاع أنا شوفت مشهد مبرح لسيدة فلسطينية تقرب من 95 عاما من عمرها وهي شهدت التهجير الأول وبيقولون هي في التهجير التاني في عقيدة فلسطينية وفي عقيدة عند كل موطن عربي بأرضه وعرضه ومقدساته الطرف الآخر لا يضحى في اعتباره ولا يتفهمها وهي دي الإشكالية الرئيسية أنه يتصور أنه قادر على فرض إرادته طبعا حضاركم اتكلمتوا على السردية الغربية والسردية العربية والسردية المصرية في هذا القطاع لكن اللي بيهمني طب احنا دعمنا المواطن الفلسطيني علشان ننمي جواه هذا الشعور بايه احنا دعمناه عبر تحركات يمكن أن كنت بشير لها التحركات الدبلوماسية من خلال الاتصالات من خلال القمم قمة القاهرة للسلام النهاردة عندنا قمة مهمة قمة العربية الإسلامية الزيارات المتبادلة طب نقف عند الزيارات المتبادلة الشخص التي جاءت إلى القاهرة وكيف تغيرت مواقف دولها طيب نبتدي بأهم منظمة معنية بإدارة هذا الملف الأمم المتحدة السيد أنطونيو جارتريتش والذي قد يدفع ثمنا كبيرا نتيجة موقفه الإنساني الأخلاقي انتزاما بقواعد القانون الدولي الأخلاقي والإنساني استضافته الدولة المصرية وذهب إلى معبر رفح وشهد من هناك شهادة كبيرة بالتاريخية بجهود الدولة المصرية لإنفاذ الإغاثة الإنسانية عبر معبر رفح طيب هل اكتفت الدولة المصرية باستضافة سيد أنطونيو جارتريتش استضافت كل مدير الوكالات والمنظمات المعنية بالغذاء والصحة واللاجئين لكي تطلحهم على الأرض بواقع ما تمارسه إسرائيل من جرائم بحق الشعب الفلسطيني الأعزل هل ده كان ليه تأثير كان ليه تأثير كبير جدا انعكس فيه التصويت في الجامعية العامة لأم المتحدة لو نفتكر هذا التصويت صحيح طيب استضافنا الرئيس الفرنسي ماكرون ومن تأييد لغة الخطاب للرئيس الفرنسي في المؤتمر الصحفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت مختلفة بعض الشيء يعني لغة الخطاب نفسها لو تقررناها بالأيام الأولى للحرب لماكرون كانت مختلفة لما جاء المؤتمر الصحفي في مصر بالطبع وتحليل الخطاب مهم جدا وحضرتك أستاذ في المجال ده دكتور محمد بس تحليل خطاب ماكرون من الأزمة نفسها منذ بقيته رئيس الدولة هو من يعكس خطابها تجاه أي أزمة تحدث في محيطها الأقليمي والدولي ليه لأنه هو من يملك الرؤية ماكرون زيه زي كثير من الزعماء صاروا خلف السردية الغربية اللي كنا بنتحدث عنها وهذه السردية دعمت إسرائيل بلا هوادة ويمكن الدعم الذي يقدم بيعكس هذه الازدواجية في التعامل ليه لأنك بدل ما تدعم الطرف الأقل قدرة إحنا مش عايزين ندعم غزة بالسلح محدش قال تدعم غزة بالسلح لكن ساعد على إدخال المساعدات الإنسانية هذا البعد كان غائبا ولم يكن أحد يتخيل هديك جراء على الأرض وعبر هذا اللقاء مع رئيس ماكرون تغير الموقف الفرنسي وشفنا يمكن من يومين القمة الفرنسية لتقديم المساعدات الإنسانية في غزة وشفنا كلمة الرئيس الفرنسي اللي فيها توازن الحقيقة لأنك لا يمكن أنك تدعم تنظيمات إرهابية وفي المقابل أنك لا يمكن أنك تدعم حرب إبادة بحق الشعوب وده موقف مصر صغيته أنك لا يمكن أنك في لحظة من اللحظات تدعم أي تهديد يطال أي مدني تحت أي سبب من المسبب أستطيع أنك تناقض للموقف الأخلاق الغربي دايما الغرب والأوروبا بتتكلم على القيم الغربية طب إنت إزاي بتتكلم أو بتلتزم بهذه القيم الغربية أو إنت ضد أن يبقى فيه إدخال المساعدات بشكل قوي الآن أو ضد أنه يحصل وقف الإطلاق النار مش مشوف نهاية إزدواجية غريبة جدا قيم أنت مؤمن بيها لا تطبيقها لا مش إزدواجية هو تطبيق لمبادئ حقوق الإنسان وفقا لمصلحة هذه المنظومة الغربية حط الأمر في مقارنة سريعة ما بين الوضع في أوكرانيا وما بين الوضع في فلسطين الأمر مختلف تماماً ما بين دولة تقدم مليارات الدولارات كالوية المتحدة الأمريكية مقابل الفوتات التي تقدمه طبعاً لأوكرانيا إنسانياً وغذائياً وعسكرياً وفي المقابل أنت تقدم الفوتات من أجل دعم تقف هنا وتشوف مين الدولة اللي بتتصدر مصر في سبع تلاف طن مساعدات إنسانية وغذائية متوفرة في معبر رفع مصر ليها فيهم حصة ست تلاف طن شوف مصر والباقي من باقي دول العالم ودي المساعدات اللي وصلت إلى مطار العريش اللي مصر فتحته من اليوم الأول لاستقبال المساعدات هذه الإزدوجية الغربية بتجد تفسيرها في الرغبة في الانتصار للسردية الغربية في الرغبة في الانتصار في صراع أبعد صراع اقتصادي صراع سياسي أبعد ما بين المعسكر الغربي والمعسكر الشرقي صراع على منطقة حيوية جداً أتخوف أن يكون هذا هو الهدف من كل هذه المنطلقات التي يصير خلفها الغرب بس خلينا نذهب بعيداً ونقول أن نحن دولة تمتلك إرادة قدرنا أن نفرض إرادتنا وخلينا نقف عند بلينكين أستاذ أحمد للأسف وقتنا قرب بيه خلص فخلني أسألك سؤال مهم جداً يعني ما ينفعش حضرتكم موجود معنا وما نتطرقش لي القمة العربية الإسلامية المشتركة اليوم التي تقام طبعاً فيه أرياض شايف حضرتك توقعاتك لمخرجات هذه القمة وأي الأطور التي تعتمد عليها هذه القمة اليوم تحديداً ستتمسك بالثوابت المعلنة من قبل كل الدول العربية لا خلافة بين الدول العربية في التوافق على وقف إطلاق النار فوراً التوافق على الإسراع بإدخال المساعدات الإنسانية اللازمة لإغازة المواطن الفلسطيني التوقف عن التهديدات الإسرائيلية بتوسيع هذه الحرب التي تشن على غزة إلى الضفة الغربية خاصة في وزول وجود مؤشرات على ذلك حتمية تكاتف دول العالم من أجل الضغط على دولة الكيان من أجل البدء الفاعل والإسراع بالتوصل إلى عملية سلام دائم وشامل وعادل وفقاً لحل دولية ممثلة في قرارات العم المتحدة ومجلس الأمن التابع لها شكراً جزيلاً أستاذ أحمد ناجي أمحى رئيس تحيير مجالة السياسة الدولية نورتنا وشرفتنا يا فندم شكراً شكراً لحضرتك شكراً يا فندم شكراً لحضرتك